يرد كثيراً السفسارات لدول التحالف وقياة القوات المشتركة للتحالف فيما يخص تنقل الإعلاميين والوسائل الإعلامية وخصوصاً الغربية إلى الداخل اليمني وكثيراً ما يشاع بأن التحالف يمنع وصول الإعلاميين وكذلك الصحف أو الوكالات الإعلامية للداخل اليمني هناك بعض التعليمات الصادرة من الحكومة الشرعية اليمنية فيما يخص تنقل الوسائل الإعلامية والصحفيين ومنها تقديم طلب تأشيرة الدخول الرسمية عبر سفارات الجمهورية اليمنية بالخارج أن تكون محطة الوصول إلى العاصمة الموقعة عدن عدم استخدام طائرات الأمم المتحدة واستخدام الطيران المدني لدخول العاصمة الموقعة عدن الدخول لمناطق سيطرة الإنقلابيين تحت مسؤولية الأشخاص والمؤسسات وبذلك الحكومة الشرعية تنقل وتؤكد على التزامة بحماية الوكالات العلامية والصحفيين في وجودهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وإذا رادوا الانتقال إلى أي منطقة في اليمن يكون تحت مسؤوليتهم الحكومة اليمنية لديها مخاوف تم مناقشتها مع التحالف فيما يخص وفي ضمن إطار محاربة الإرهاب لا تلتزم بدفع الفدية لأي منطقة إرهابية وهناك بعض الحالات التي حصلت لبعض الصحفيين الغربيين خصوصا في وجودهم في مناطق السيطرة الحوثية ويتم اختطافهم واحتجازهم ومنتم المطالبة ودول التحالف ملتزمة بمحاربة الإرهاب وعدم دفع أي مبالغ لأي منظمة أو جماعة إرهابية يلتزم التحالف بتطبيق التعليمات وإصدار التصاريح بحسن ما يرد من الحكومة الشرعية جميع التعليمات الواضحة أمامكم وراح ننقلها إلى الإعلام الغربي إذا ما أرادوا التنقل في الداخل اليمني والتحالف يسهل وصول هذه الوسائل الإعلامية والصحفيين إلى الداخل اليمني وليس هناك أي ممانعة في التقارير الصحفية أو وجود وسائل إعلامية على الأرض شكرا